السلام عليكم متاحية طيبة لكل إخوان والأخوات المتتابعين على قناة كريم كسري مرحبا بكم معي مجديد فهذا الفيديو الإخوان والأخوات قد نهضر على واحد الموضوع جد مهم على واحد إزراء جديد خدته وزارة الداخلية الإسبانية اللي كيهم جميع المواطنين اللي أخذكم تعرفوه وفي نفس الوقت قد نهضر على آخر تطورات اللي كانت في إسبانيا ولكن قبل ما ندخل في الموضوع أول حاجة نقدم كلمة شكر كبيرة على جميع المتتابعين القناة الأوفية صراحة اللي دعموا هذه القناة واللي وصلوها المئة ألف مشترك صراحة كلمة شكر قليلة في الحق ديلكم أنتما اللي وصلتوا القناة بالدعم ديلكم وباللايك ديلكم وبالبرتاج ديلكم اللي وصلتوا للقناة من هذا العدد وكنشكركم بزاف وكنعيدكم بالمزيد إن شاء الله في كل ما هو مفيد كما كتعرفو قناة كلمة كثري قناة الإفادة والمواضيع المفيدة والجدة اللي كتقدم شيء إضافة وشيء حاجة مهمة ما كنتكلموشي في المواضيع التي فيها ما كنقلبوشي على الأخواء الخاوي دائما كنحاولوا ما أمكن أننا إلا تتكلمنا في شيء موضوع كنحاولوا ما أمكن أننا نقدموشي حاجة اللي نفعو بها المجتمع فهذا الشي اللي بغيت نقول للإخوان ندخل في الموضوع مواشرة الإجراء الجديد اللي اخداته وزارة الداخلية الإسبانية هو إجراء شوية قاسح صراحة وإجراء صعيب لخصكم كلكم تعرفوه تردوا بلكم منه بزاف موضوع جدا مهم الإخوان كانوا نرافنا في إسبانيا كنا بزاف دي الناس ما كيتابعوش الأخبار وما كيعرفوشي آخر تطورات وهذا كيسبب لهم مشكل بحال ديك الأخت المغربية اللي كانت بخطأ ديال بسيط أنها مشات يوزوج ديالها ودارو لها مولطة ديال 2000 الأورو فالإجراء الجديد اللي أخدته وزارة الداخلية إخوان هو غادي يديروا مولطة يعني غرامة مالية تصل إلى 500 أورو غرامة مالية 500 أورو في حالة ما أنهم جبروكت تقدم واحد سوبر مركادو بعيد على السكن اللي أنت تسكن فيها يعني إلا كنت تسكن حدا شي سوبر مركادو سواء مركادونة أو ليدل أو دية أو إسكلات أو أي نوع من السوبر مركادو اللي قريب للدار ديالك إلا البوليس جبروكت تقدم من شي سوبر مركادو بعيد على السوبر اللي كنت فيه نساكن فالمولطة غادي تكون فيها 500 أورو الإخوان ردوا بلكم بزاف من هذه مسألة هذه الكلام مش ديالي أنا الكلام هو إزراء جديد ديال وزارة الداخلية وكيف ما كنقول لكم هاتكلام هذا غادي تلقاوه في أول رابط أول تعليق غادي تلقاوه الرابط ديال هاتكلام هذا باش تقرأوها لخطركم وتعرفوا بأننا كنجيب أنا حواج يعني مواضع يعني كنجيب يعني معلومات صحيحة ما كنجيبهاش من رأس ديالي مولطة ديال 500 أورو الإخوان الوضع كيزدد تعقيدان وإسبانيا يعني في حالة حارجة أردو بلكم هات القضية إلا مشيت تقدم شي سوبر ولقيت ذاك شي اللي لقيت ولما لقيتش ذاك شي اللي بغيتي ومشيت تباعدتين سي سوبر آخر ما حدوشهم المسافة يعني شحال ولكن كي قرنو يعني ماس أمينوس يعني أنت حاول ما أمكن أنك تقدى الحواج اللي لقيتها في هاتك السوبر مركاد واللي قريب من الدار ديالك واللي ما لقيته مش مشكل سير رجاع بحالك لهم كيقولوا خلتك تقدى لو ديالا بريميرا نسي سيداد الحواج الأولية المواد الأولية اللي انتك تحتاجها فقط هذا هو اللي خسقت التزم به ولما التزمت يجب أن تسألها دي ره ممكن يديروك مولطة دي لخمسمائة الأورو كانتمنى أنكم تردو بلكم هات القضية دي وكانتمنى أنكم تبرتا جوال الفيديو من الإخوان ديكم في إسبانيا بصفة عامة بشيروا الدول بال بالنسبة للناس اللي كتابعونا من إسبانيا وما كيشوفوش الأخبار أو للناس اللي كتابعونا من خارج إسبانيا وكيبغوا يعرفوا شنو هي promote تطورة إسبانيا أخر تطورة إسبانيا ما كاتبشرش بالخير صراحة لا تبشروا بالخير باتاتا واخر الأحصائيات اللي سأعطيكو في هذا الفيديو سأعطيكو إحصائيات رسمية في نفس الوقت كيما لا أقول لكم دائما هذه الأحصائيات اللي أن أعطيكم هي إحصائيات رسمية ديال نهار ديال اليوم الحالات اللي وصلنا لها اليوم وأنا أعطيكم جميع الحالات ديال جميع المناطق اللي كنا هنا في إسبانيا ولا من ناحية ديال الحالات الإصابة والوفيات وجميع الحالات في إسبانيا بصفة عامة بالنسبة للناس اللي كيسكنوا مثلا في المغرب أو الجزائر أو تونس أو دول أخرى عندهم عائلة ديالهم هنا في إسبانيا كيبغي يعرفوا إطمأنوا على المنطقة في كنا ساكنين أولادهم فأنا أعطيت جميع الإحصائيات اللي كاينة رسمية وقيتها عندي هنا أنا غادي نقول لكم دبا في نفس الوقت غادي نخل لكم رابط ديال هذه الإحصائيات الرسمية كاملة في آآ والتعليق في أول تعليق هادي تلقوا الرابط ديال آآ lerإجراء الأخير ديال الوزراء الداخلية ديال المولتا للي الخمسمائية أوfolk اللي Austin 2019 هذه أخيضاته بوزراء الداخلية هناك إسبانيا غادي تلقوا رابط الخبر بش تأكدوا من صحة ديالو واللي ي Luis宮 الرابط مع عائلته. وفي نفس الوقت دي تلقوا الرابط ايضا ديال الاحصائيات الرسمية ديال الحالات العامة اللي وصلت لها في اسبانيا. رقم لا يبشر بالخير ولكن خسكم تعرفوه. الناس كي باوا يعرفوا الاخبار شنو وقع في اسبانيا. فالاخر الاحصائيات بالنسبة لنهار اليوم حتى نتكلمنا اليوم نهار الجمعة. عدنا اربعة وستين الف ومئةين وخمسة وستين حالة اسابة. اسبانيا برمتها. اربعة وستين ربعالاف وتسعمية واربعين حالة. هاد الرقم هذا ممكن يتغير مهنان غدا او لما نبعد غدا. غادي تغير. اكيد غادي تغير. لان اه ارقام يعني اه كتتغير كل ساعة. الحاجة الوحيدة اللي كتبشر بالخير ولي كتبه حطه مأنينة وحط شوية دي الاستقرار. اللي شوية كتقول باللي كينا واحد الامل. هو الناس اللي تعالجوا. الناس اللي الحالات اللي هو اه تم الشفاء ديالها. كينات تسعاليف وتلتمية وسبعة وخمسين حالة تم شفاءها. يعني الاخوان. الناس خدامين. اه يعني الناس كيخدموا قدم وساق ليلة نهار. كينات نتيجة. يعني تسعاليف وتلتمية وسبعة وخمسين حالة شفاء. هو رقم صراحة مفرح. ورقم يعني كي مطمئن. اللي ماشي مطمئن هو الزيادة ديال الحالات اللي هي كتزيد يوميا. في مقابل ديال هاد الحالات هذه ديال تسعاليف وتلتمية وسبعة وخمسين اه شفاء. كيقابلها سبعمية حتم تمامية حالة وفاة يوميا مؤخرا. يعني سبعمية حتم تمامية حالة وفاة يوميا. رقم مخيف مهول وهذا شي هذا هو الواقع وهذا هو اللي وقعنا باسبانيا. بالنسبة اللاجينة هدروح لا مجمل الحالة اللي كانت في اسبانيا بصفة عامة في كل منطقة. بالنسبة المنطقة المهدريد بوحدة عند تسعتاصر الف ميتين وتلاتة وربعين حالة اصابة. كتالونيا 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 كان يعنيه بارسلونا. تاراغونا. ليريدا خيرونا. جميع لما تقبل كتالونيا. كتالونيا برمتها عنده ١٢٠٤ حالة اصابة. بايس باسك عنده ٤٠٦٠٠ حالة. والكاستيليون ٤١٣٢ حالة. كاستيل امانتا ١٩٣٤ حالة. أندلوسيا ٢٧٣٣ حالة. فالنسيا 1322 حالة غاليسيا 1721 حالة نابرة 1332 حالة اصابة عراجون 1236 حالة و الريوخة 1231 حالة كنتقلو المنطقة دي الاكستريمادورا كنلقو 1004 دي الحالة استوريا سامية و 14 حالة كناريس كناريس اللي هي اول بلاصة يعني في اسبانيا تبدأ فيها يعني تخلط لها اول اصابة رقم دياله واللي افاجأني صراحة كناريس فيها 811 حالة كناريس يعني كناريس نورمالمون هي اول بلاصة اللي يدخل فيها الوباء ومع ذلك يعني حالة الاصابة بكناريس بصفة عم يعني 800 و عصرة دي الحالة بالياريس بالياريس ممكن قول الله بالياريس كان يعني بها مايوركا ايبيسا وذلك الجزر هذي 800 حالة في مرسيا كان واحد حالة وحدة اللي يدير واحد البيبي اللي عنده خمس شهور يعني هذي الحالة الاحصائيات الرسمية اللي كنا في جميع اسبانيا بصفة عمى في جميع المناطق اللي بغي يعرف اخر تطورات اخر الاحصائيات الناس اللي ما كتبعش الاخبار والناس اللي بغي تعرفش انه وقع في اسبانيا ارقام صراحة اخوان مخيفة لانه علش مخيفة لانه من البارح اليوم كي يضعف الحالات يعني تنسب عالف حالات اصابة جديدة وقع صراحة وقع زلزال في الحكومة الاسبانية وقع واحد زلزال كبير وقع واحد الشناءان بين طبعا الحال الوزراء ورؤساء الحزاب كبير وكبير بزاف الاقوان لانه علش لانه كنشوف انه حكومة صراحة غابية بعض الشيء لانه الوقت حارج حارج جدا وعواة تدفر جهود والقوة باش انهم يحتويوا الوضع باش انهم يخرجوا بواحد نتيجة ايجابية ومن بعد يوصلوا للمحاسبة فكنشوف انه رئيس الحكومة الاسبانية كيتعرض للمحاسبة من طرف بعض الحزاب بحال دابالفوكس اللي كيقول له مثلا اباسكال كيقول له الرئيس حيس بيلالفوكس كيقول له لا ما عايش بكش الحال ومبقىش قادر يعني انسحب من الرئاسة واش هذا وقت الانسحاب من الرئاسة يعني قرارة غابية وقرارة يعني بعض المرات يعني مشي في محل ديلا وخاء انهم كيعطيوا جميع الصوات ديلاهم البيدرو سانشيز لانهم كيدعموا يعني في اي اتخاذ قرار كيعطيوها صويت ديلاهم ولكن وقع واحد زلزال في الحكومة الاسبانية صراحة اخوان حكومة بينات على عدم الكفاءة ديلا وخاء انها كتاخذ بعض الاجراءات اللي هي ممكن انها تكون في الصالح العام ولكن كيوقع واحد اخذ شد ورد بابين الرؤساء ديلاحزاب لم المعارضة ولم الاغلبية اللي الوضع اللي يبقى بحلكة حنا كنعيشوا حالة صعيبة وعوض ما يحتويوا الوضع ويقلب ولا منين يتسالوا حيث لبا رئيس الحكومة قال لهم منين يتسالوا هاتشي هذا ونحتويوا الوضع وترجع الامر المجاريها ديك الساعة اللي أبغيتوا حسبوني حسبوني لأي خطأ حنا كنعطرفوا بأن الحكومة الاسبانية ارتكبت أخطاء وأخطاء فادي حفظة قرارات اللي مكانتش يجري ومكانتش مناسب في الوقت المناسب لأن كيما كنشوفوا احنا الوضع يا خطير وخطر بزاف وما زال كنبعد الشركات تحللين بحال ماكدونالس بحال بورجر كينغ اللي كعطوكم هذا بحادات وراه مشكل كبير في وقت كنشوفوا أن كنبعد رؤس الحزاب كيقولوا الرئيس الحكومة خستصد بصفة نهائية جميع المرافع وخستصد زميع المدن ما يتحرك حتى شي واحد من بلسة من بلسة على وعسى يحتوي الوضع لأن كما كنشوف وخاءنا اصطادوا الارماك ما يقولوا الحالة دي الانضار زادوا خمسة سرم أخرى حتى 11 أبريل ولكن غير كافية الأخوان غير كافية وأكيد غادي تكون خمسة سرم أخرى وربما شهر آخر والوضع غادي يتزاد وهذاك البيكو اللي يقول أم غادي دي تحكموا في المرض ما كانش ما بينش ما بينش لأنكين واحد نهار غادي يتحكموا فيه لأنه بهذا الوثيرة اللي غادي وثيرة ما كانت بشترش والخير وأرقام خيالية مخيفة مخيفة بزاف نحن نجمعو ونقولو نترجعو الله فأن المستقبل يكون أفضل وأنه على وعساء نهار نلقوا نفيقوا وننعسوا نفيقوا ونسمعوا شخبار زوينا على أنه على الأقل حالة مستقرة على الأقل حالة مستقرة باش يتم العلاج كيفما كان الحال على قدر المستطع هذو هما أخر إحصائية لكنا في إسبانيا وهذه آخر تطور آخر إجراءات وجميع الكلام اللي تكلمت عليه هذي تخلي نخليكم الروابط أول تعليق عجبكم الفيديو الإخوان دلونا لايك وطلعونا الفيديو بارتاجي ومع الإخوان ديلكم ما كرهناش باش الفيديو يطلع وصلى معلومة الجميع شكرا 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 على الدعم متواصل كان معكم كريم كسري حتى الفيديو القديم السلام عليكم